اشتركوا في القناة ووسائل العالمية محلي أن تلميذا في ولاية باتنا صدم الجميع بدأ ما عثروا في محفظة على ألحد من الحجم الكبير عبارة عن ساطور لتقطيع اللحم بالإضافة إلى سكينة وقال ذات المصادر أن التلميذ تمت فطن لأمره وتوقيفه قبل أن يرتكب مجزر لقدر الله خاصة وأن حادثة الأستاذ ريحان بنشية وقعت في نفس الولاية منذ أكثر من شهر وتفعل نشط مع الحادثة وطلبوا السلطات الوصية بضرورة اتخاذ الإجراءة الصارمة والردعية في حق هؤلاء التلميذ ومعاقبتهم وأولياء أمورهم ليكونوا عبرا لغيرهم